كبارية الانتحار فيما يتعلق بمقتل برويكان نعم الانتحار بات واضحا ومسلما به بعد شكوك ثارت في بداية انتشار خبر مقتل حازم من أنه ربما يكون تصفية أو ما إلى ذلك ولكن معاينات رجال الأمن أثبتت أن حازم قد أطلق النار على نفسه بمسدس في مؤخرة رأسه خلف الإذن اليمنى تحديدا ومات على الفور حازم كان قد سرب معلومة مغلوطة عن اعتزام شركة خليجية وهمية قال إنه يترأسها بشراء أصول لشركة هارمن الصناعات الدولية الأمريكية وبقيمة سوقية تتجاوز ثلاثة مليار ونصف المليار دولار وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر تلك الشركة ومن ثم حقق حازم من خلال بيع بعض المراكز التي يملكها في البورصة الأمريكية ما مجموعه خمسة ملايين دولار وتم رفع قضية مدنية عليه في الولايات المتحدة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي في حال أن كسبتها سيتم استرجاع هذا المبلغ حازم اليوم وضع حدا لحياته بعملية الانتحار نحن كنا اليوم في منزله بعد أن علمنا بهذا الحادث التقينا مع أحد أصدقائه قال أنه كان معه مساء أمس وأن حازم لم يكن مكتائبا أو مضطربا نفسيا بل كان في أتم الصحة ولم يكن يعاني من أي ضغوط نفسية وهو ما كان مفاجئا لهذا الصديق على حد قوله خبر انتحاره اليوم أريد أن أفهم نقطة بالنسبة لشركة الرايا التي يملكها البريكان أو يرأس مجلس إدارتها هل لها ثقل في السوق الكويتية وما مدى مثلا رأس المال الذي تملكه نعم محمد العملية ليس لها علاقة بشركة الرايا شركة الرايا لها دخل في الموضوع كون حازم هو رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي العملية تمت في جهة أخرى عندما قال حازم أن هناك شركة اسمها الشركة العربية الخليجية سعد الذي يريد الوصول إليه بأن المبلغ الذي حصل عليه البريكان خمسة ملايين دولار ليس بالمبلغ الكبير حتى ينتحر رئيس مجلس شركة إدارة من أجله يعني السلطات الأمريكية قررت تجميد الخمسة ملايين ولم تقوم بأي مبادرة مثلا جمدت فقط المبلغ ولم تقوم مثلا بسحبه وحتى لو فرضت غرامات الغرامات لن تتجاوز الخمسة ملايين دولار هل خمسة ملايين دولار مثلا مبلغ كافي لكي ينتحر رئيس مجلس إدارة من أجله؟ نعم قد يكون الدافع الأدبي محمد والشخصي والاجتماعي أهم من الدافع المادي خمس ملايين قد لا تعني شيء لشخص بحجم حازم وقدرته ومركزه المالي ولكن عندما نتحدث عن عمليات تدليس وعمليات غش وعمليات تسريب معلومات مغلوطة لوكالة رويترز عن طريق مراسلها في الكويت الذي بث الخبر ومن ثم حدثت تلك التداعيات المالية هنا في جانب أدبي وجانب شخصي وجانب اجتماعي قد يمس بسمعة حازم البريكان كرجل أعمال معروف في الكويت من هنا محمد فإن الجانب المعنوي والاجتماعي ربما هو الدافع لعملية الانتحار وليس لمجرد خسارة خمس ملايين ربما أن حازم خلال تعاملات الشركة سبق وأن خسر هذا المبلغ أو كسب أكثر منه هذه حالة رجال الأعمال دائما ربح وخسارة ولكن عندما نتكلم عن الوضع المعنوي السمعة الاجتماعية السمعة المالية للشركة أو حتى لحازم شخصيا فإنها قد تكون هي السبب الرئيسي الذي جعلت الرجل يضع حدا لحياته اليوم محمد هناك سؤال أخير فقط سعاد يعني عملية الانتحار كانت في مكتب البريكان أم في منزله لا كانت في منزله في منطقة الروضة وتحديدا في القطعة ثلاثة في شارع بحيان التوحيدي منزل حازم في منطقة الروضة وقد وجد قتيلا اليوم ولم يذهب حسب المعلومات لدينا لم يذهب إلى الشركة الراية صباحا اليوم تصلنا بالشركة لكن لم نحصل على إجابة ولكن المعلومات الأولية تشير إلى أنه لم يذهب إلى مكتبه اليوم في شركة الراية بل صح صباحا وأحضر فطورا له في الدوانية عبارة عن بعض السندويتشات ومن ثم قام بتنفيذ هذه العملية حسب المعلومات التي حصلنا عليها رغم التكتيم الأمني الشديد الذي شفنا اليوم محمد عند منزله كان هناك طوق أمني لم يسمع للصحفيين بالاقتراب ولكن كانت هناك بعض المعلومات المسربة فقط محمد هل شملت المعلومات المسربة ما كان تواجد أسرتي أو حتى العاملين في المنزل؟ حسب المعلومات أن أسرته في خارج الكويت وتحديدا والدته أحد أصدقائه الشخصيين أبلغني أن والدة حازم هي في خارج الكويت لقضاء إجازة الصيف مع بعض أبنائه وأفراد أسرته محمد سعد العجمي مراسل العربي